لأن البعض هكذا يتصور اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي أعزائي للشيخ الطوسي في الصفحة 241 هاي الرواية أعزائي أنا مراراً وتكراراً قرأتها للأعزاب الآن أقرأها التفتوا جيداً هاي الرواية رقم 402 صحيحة السند معجم الأحاديث المعتبرة بشيخ آصف محسني الجزء الأول صفحة 194 الرواية عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي التفت كيف كان يتعمد الكذب بلا سند لو مع السند أعزائي التفت جيداً ويأخذ كتب أصحابه كتب أصحاب أبي التفت جيداً وكان أصحابه أصحاب من؟ أصحاب المغيرة بن سعيد المستترون بأصحاب أبي يعني امشكل هيئة متخصصة مولانا في بعبارة أخرى مخترق أمنياً وفكرياً من؟ أصحاب الإمام الباقر يأخذون الكتب من أصحاب أبي يا كتب أعزائي يا كتب هاي الأصول الأربعمائة التي اعتمد عليها الصدوق والطوسي وغيرها وبعد ذلك صارت عندنا ماذا؟ الكتب المعتبرة الكتب المعتبرة هذي هذي هتسأل تفتولي جيد سيدنا تريد تسقط الأصول الأربعمائة لا ما أريد أسقط أريد أشكل علماً إجمالياً ما أريد أسقط بدلالة هذه الروايات يأخذون أصحاب أبي أبي أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة بن سعيد فكان يدس فيها التفت جيداً الكفر والزندقة بعد ويسندها إلى أبي إذن كان فقط يضع المتن لو يضع سند مولانا التفتوا أعزائي وأسهل ما يقوم أسهل ما يقوم ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة أصول أربعمائة معتبرة لأمو معتبرة في وسط الشيعة معتبرة باعتباري يونس بن عبد الرحمن زرارة أصولهم والتي وصلت إلينا وهذه هي التي اعتمد عليها منه هذا أمامكم حتى لا يقول لنا هذا أمامكم من هو الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقية المجلد الأول التفت إلى العبارة تقول لبابا هذه الروايات التي أنت تقول بيني وبين الله حجة من أين جئت بها يقول وأعتقد فيه صفحة ثلاثة المجلد الأول وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة يعني الأصول ماذا اللي ما هي مشكلتها نعم سعى الشيخ الصدوق أن يهذبها ولكنه معصوم الشيخ الصدوق ثم أين الشيخ الصدوق وأين الأصول الأربعمائة الأصول الأربعمائة في القرن الثاني الشيخ الصدوق في القرن الرابع هذا التلاعب مئتين سنة شنو صاير بالأصول الأربعم لا يعلمه إلا الله معتمد المستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز وكتاب عبيد الله وكتب علي بن مهزيار وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة وكتاب الرحمة لسعد بنه وجامع شيخنا فلان وإلى غير ذلك أول إشكال احفظوه عني أعزائي احفظوه قربة إلى الله خلصوا أهل البيت من هذا الموروث الموبوق وهو أنه من أين عرف الشيخ الصدوق أن النسخة التي بيده هي النسخة التي ماذا صدرت من صاحبها من أين شنو هو يعرف خط ابن محمد بن عيسى يعرف خطه ووصلت نسخة مشهورة أنها لمن لأحمد بن محمد بن عيسى من أين عرف أنها خطه من أين عرف الذين استنسخوها لم يتلعبوا بها من أين عرف أنه لم يزيد ولم ينقصوا من أين مئة سؤال وسؤال أعزائي من أين تقولون سعى أقول أنا معكم سعى اللي تقول أنا مقلد لشيخ الصدوق ذلك بحث آخر هذاك بحث آخر أنت حر أنا ما دا أقول لك لماذا ولكن أنا من حقي أن أقول بأنه لا أعتمد على ما اعتمد علي الشيخ الصدوق أنا أريد أبحث شنو من جديد ما أدل واضح أعزائي إذا لا يخوفون الكتب المعتبرة الكتب المعتبرة وأنا ما أقول معتبرة معتبرة بأي معنى عند الشيخ الصدوق مو مع المعتبرة في الواقع ونفس الأمر وفرق كبير بين المعتبرة عند الشيخ الصدوق وبين أن تكون معتبرة ماذا في الواقع ونفس الأمر جيد واضح أعزائي جيد